ولكنه يقول قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية قدموا أجسادكم المقصود أصلي أسيس نظار الفكر اليوناني القديم كان بيتعامل مع الجسد بصور مختلفة فكانوا إما يزداروا بالجسد أو إما أنهم يدوا للجسد حرية ويعمل زي ما عاش فيقول لك يعني الجسد مش مهم وناس يقول لك لا الجسد ده ادي له رغباته ادي له شهواته ادي له زي ما رحته ليه لأنه الروح هي المهمة جزء من البدعة الغنوصية بالطبع بالطبع من البدعة الغنوصية لكن الحقيقة هي الكتاب المؤدس عطى تقدير للجسد فالجسد عطية من عند ربنا ويقول لنا الكتاب كمان أنه الله ظهر في الجسد الكلمة صار جسدا وحل بيننا ويقول لنا بالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد وليس أحد يبغد جسد قطبا يقوته ويربيه فإذن النهاردة الرب نظر نظرة خاصة إلى هذا الجسد وهو بيقول الآتي فأطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أكساتكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عايز يقول إيه؟ عايز يقول أن اللي ذهنه متجدد اللي فعلا في كلمة ربنا واللي الروح القدس العدسة اللي بتقرأ هذه الكلمة اللي موجودة داخل عقلنا داخل ذهننا اللي عنده هذه الكلمة المقدسة هيقدر أن يقدم جسده زبيحة حية لشخص الرب بالفعل اللي ذهنه مش مليان بكلمة ربنا والروح القدس مش سيد على حياته فعلا لن يستطيع أن يقدم جسده زبيحة حية الحقيقة لما بيستخدم كلمة زبيحة حية تعبير محدش يقدر فيها مكتير ليه؟ لأن إحنا عندنا إما زبيحة أو حية يعني زبيحة يعني مذبوح ميتة يعني عكس إيه؟ عكس كلمة حية لكن النهاردة لما الرب يحطي كلمة زبيحة حية يقصد إرادتكم يقصد حياتكم كلها يقصد كما كان الكاهن في العهد القديم بيقدم الزبيحة زي كلمة رسالة عبرالين فلنقدم به في كل حين ذبيحة التسبيح أي صمر شفاء معترب باسمه فالنهاردة عايزي أقول المسيحي اللي عنده ذهن متجدد زي الكاهن اللي بيقدم ذبيحة على المذبح وهذه الزبيحة هي أكسدنا ومش مجرد أكسدنا أكسدنا لما تتحطي يعني معناته إيه؟ فكرنا وإرادتنا وعواطفنا وممتلكتنا وحياتنا ووقتنا وعمرنا وموهبنا يعني يقصد إيه؟ أن تقدموا حياتكم جملة وتفصيلا على المذبح تماما كما كانت تقدم الزبيحة في العهد القديم فكل شخص ذهنه متجدد بمعنى أنه بناءنا على معامل المسيح قابل خلاص المسيح وسكنت فيه كلمة الله بغنى والروح القدس يسكن فيه يستطيع أن يقدم أو مطالب أن يقدم جسده أي حياته جملة وتفصيلا لشخص الرب يسوع بالفعل أجسادنا أصبحت هيكل الله ويقول الكتاب فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي لله تمام تمام فالجسد طبعا بيتكلم على أساس أنه يعني منقدم الكيان كله للرب وعلى فكرة هو بيقول أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية في الأصل اليوناني جات أن تقدموا مرة وإلى الأبد يعني صيغة الجمع بالضبط وكمان جاية في صيغة الأمر أن تقدموا مرة وإلى الأبد أنت عارف طبعا في اللغة اليونانية الفعل لم يبقى في الإيريستينس يبقى فعل بيفعل مرة واحدة وله نتائج مستمرة باست كنتينيوست أو باست أورست أنت أجتاز المطلق يعني بالضبط بالضبط وده بفكرنا بكلوسي 3-19 لما بيقول في كلوسي 3-19 لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العطيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه فهي فعل يحدث مرة واحدة وله نتائج مستمرة عشان كده في قفص أربعة وأنا مش عارفة كنا هنقدر نتطلع على شاشة ولا لكن أنا واثق من أولابنا وحبيبنا اللي موجودين معنا في الكرو أنهم يطلعوا قفص أربعة 22 إلى 24 أنتم اللي قدمتم جسدكم ذبيحة حية أن تخلعوا من جهة التصرف الإنسان العطيق الفاسد مع شهوات الغرور وتلبسوا الإنسان الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه فهو فعل حدث مرة واحدة لكن يجب أن نحياه باستمرار وأن نعيشه في الواقع المعايش لماذا؟ لأننا بناء على عمل الرب في حياتنا أصبح لنا الكلمة المقدسة في أذهلنا والروح القدس يعمل في حياتنا فنقدم أكسادنا لشخصه الكريم المبارك